اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مدينة الرياض اليوم مع اخيه معالي الاستاذ عادل بن احمد الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وخلال الاجتماع اكد معالي وزير الخارجية على ان ما تحظى به العلاقات الاخوية الوطيدة والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من اهتمام كبير واولوية خاصة من البلدين يجعلها مثالا فريدا للعلاقات بين الاشقاء حيث تقوم على ركائز صلبة ودعائم متينة وتتسم بديمومة التواصل والود والمحبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين وتشهد على الدوام رقيا وازدهارا في كافة المجالات واشار معالي وزير الخارجية الى ان الزيارات المتبادلة والتنسيق المستمر هو نهج اصيل وسمة مهمة من سمات العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتعكس ارادتهما المشتركة والقوية في المضي بعلاقاتهما لآفاق ارحب على المستويات كفة وحرصهما على تعزيز المصالح العربية وارساء الامن والسلمي في المنطقة من جانبه عبر معالي الاستاذ عادل الجبير عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية وبالعلاقات القوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وما يشهده التعاون الثنائي من تطور كبير ومستمر على مختلف الاصعدة متمنيا لمملكة البحرين كل التقدم والازدهار هذا وقد تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر والتشاور ازاء اهم قضايا المنطقة حيث تم التأكيد على اهمية دعم القضايا العربية وتفعيل العمل العربي المشترك بما يحافظ على الامن والاستقرار للدول العربية وشعوبها كما تم التأكيد على اهمية التصدي للسياسات الايرانية الخطيرة المتمثلة في تدخلاتها العدائية في الشؤون الداخلية للدول العربية ودعمها للارهاب في المنطقة وفي الشأن اليمني تم التأكيد على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشاورات مملكة السويد بهدف التوصل الى حل سياسي بين جميع الاطراف في الجمهورية اليمنية يقوم على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار الفين ومئتين وستة عشر لعام الفين وخمسة عشر وحول ازمة قطر فقد تم التأكيد على اهمية التزام قطر باتفاق الرياض واليته التنفيذية واتفاق الرياض التكملي والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها الدول الاربع لانهاء ازمة قطر هذا وقد تم التشاور وبحث التنسيق المشترك وتبادل وجهات النظر حول الاجتماعات الاقليمية والدولية القادمة وقام معالي وزير الخارجية بجولة في مقر وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وزيارة مركز الاتصال والاعلام التابع للوزارة والتوقيع في سجل كبار الزوار وكان معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة قد وصل اليوم الى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث كان معالي الاستاذ عادل الجبير في مقدمة مستقبلي ترجمة نانسي قنقر